وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية ولم تسمح بدخول أي منها كما عادت الشاحنات مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصرية هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى المدنيين والنزحين بقطاع غزة الذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية المزيد يطلعن عليه مرسل التلفزيون المصري محمد الخطيب من هناك نعم مشاهدين الكرام بعد التحية لازم نتابع معكم كل جهود المصرية المبدولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم واليوم الثالث على التوالي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية التي كانت من المفترض أن تتجه إلى قطاع غزة ولم تسمح لأي منها بالدخول وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري ليكون اليوم هو اليوم الثالث وغدا يوم السبت هو يوم إجازة من الجانب الإسرائيلي فبالتالي يكون هناك أربعة أيام قد غلقت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية وبذلك يكون حوالي أكثر من 2 مليون فلسطيني حرموا من المساعدات الغذائية والتي كانت تتوجه إليهم يوميا عبر معبر رفح البري إذن نحن أمام وضع يزداد سوءا يوما بعد يوم وذلك بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة وأيضا التعنت الكبير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشاحنات والتي تستهدف عرقالة دخولها إلى القطاع غزة والضغط الكبير على الشعب الفلسطيني الشقيق من خلال منع من هذه المعونات نشير هنا أيضا إلى تقرير منظمة مكتب شؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في قطاع غزة والذي أشار إلى أن هناك نقص كبير في الإمدادات الغذائية والطبية والدوائية وبذلك سوف يكون هناك تفاقم للأزمة أكثر مما هي عليه الآن يمكن هذا هو المشهد لدينا مشاهدين الكرام من مدينة العريش وأعود إليكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر